السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بجميع المتتبعين الاوفياء الفيديو ديال اليوم مهم بزاف بزاف عدد كبير من الاخوان اطلبوه مني غادي نقربكم فيه من الجديد ديال الواجهات والصباغة العصرية الاميقة اللي كتلأم هاد الواجهات فيديو فريد من نوعه تابعوه الى الاخر بالنسبة الصباغة ديال الفرصة دا كما كتعرفوه كان عدة انواع كان غريفي جاءغ الباستا وهاد الانواع كله تكلمت عليها بالتفصيل في فيديوهات سابقة ولكن انا شخصيا كتعجبني الصباغة المائية في الواجهات خصوصا اذا كان غادي تدار من هاد الواجهة الحجر الطبيعي كتجياني قوراقية ما كتبينش الواجهة ديال المنزل ديالك مشارجية في هاد الفيديو غادي نعطيكم مراحل تطبيق الصباغة المائية في الواجهات بالتفصيل سواء كنتي غادي تدير لاندوي فاصد او لا ما غاديش تديروه وغادي نقربكم من الاتمينة بطبيعة الحال ولكن قبل ما نبدأ واذا كان اجبكم المحتوى ديال الفيديو بطبيعة الحال ديروا واحد اللايك ما تنسوها شرع ما غادي تخسروا اوالو بالعكس غادي تدعموا وتشجعوا القناة الخدمة اللي كتشوفوا معي في هاد الفيديو في الواجهة هي ديال سيم حجوب تبارك الله عليه مخدومة بلاندوي فاصد او بصباغة المائية باللون الابيض يعني جاتراقية بزاف كتحس بها ممشارجياش وانتما كتعرفوا دائما الضوء ديالي انا كتعجبني حاجة اللي تكون بسيطة سامبل الوان مفتوحة وكندره كاملين متفقن معايا في هاد الرأي وهات الصباغة المائية نقدرو نخدموها على لاندوي فاصد يعني الواجهة ندريسوها بلاندوي خاص بالفرصادات وعاد نديروه صباغة مائية ونقدروه ما نديروش لاندوي فاصد لحسب الاختيار ديال المولد دار لانا لاندوي فاصد كيما كتعرفو كيكون الثمن ديالو شوية غالي وماشي كل شي كيقدر يخدم به غادي نبدأ معاكم الطريقة ديال تطبيق الصباغة المائية في الواجهة بلاندوي فاصد اول حاجة هادك الفرصادة اول المرتوب اللي عادنا خصو يتحكم زيان من بعد كيددر واحد الكوش ديال بريماسيون ديال السيكل باش كيفكسي الملح ديال الرملة باش ما كتبقاش يتخروج لنا في الفاصد وما كتبقاش يتتقشر لنا هادك الفاصد يعني هاد المرحلة هادي راه ضرورية من بعد كيددر الريبوساج كيدسدوا هادك التقابي وشراطي اللي كيكونوا عدنا في الواجهة وضروري يدارو بلاندوي فاصد يعني كيشري غير واحد خمساد الكيلو ما غديش يتقامو غاليين ما يداروش بالقبص لانكي ما كتعرفوه القبص مع الحرارة ومع الشائرة ما غديش يستحمل ومن بعد غدي بقيت فرتتنا ومن بعد في المرحلة النهائية كيتدار جوج ديال ليكوش ديال السباغة المائية كتدير باللون اللي بغيتي رغم اني كنفضل لون الابيض اه كيعطي واحد اه نضرة اللي هي انيقة بزاف خصوصا مني كتزيد معها التحجرة وكتختار اللون ديال التحجرة تكتعت مني كتتخدم بالأبيض لا خاطرك اللون اللي بغيتي كيتطلع ما الابيض رائع في الواجهة وبالنسبة الاخوال اللي بغيين يخدموا اه سباغة المائية فوق الاندوي فاصد وبطبع الحال هذه هي الطريقة اللي كتعجبني انا لانا كتطلع هادك الواجهة رائعة كتطلع انفينيان زيان اه اول حاجة بطبع الحال كيتحكي هادك الحيط مزيان ومن بعد كيتدار كوش ديال الاندوي فاصد بطبع الحال ما كنحتاجوش نديرو الريبوساج يعني نصدو هادك التقابي لان هادك جوج دياللي كوش ديال الاندوي كيدريسيونا الواجهة مزيان كتولي ارتباء كتولي مقادة هادي هي الخنشة ديال الاندوي فاصد 8 ديالة 250 درهم يعني 8 ديالة شوية قاسح ولكن كتطلع الواجهة غزالة ومن المميزات ديال الاندوي فاصد انه صحيح ضد الرطوبة ما كتطرش عليه لاشمش ولاشتا لان هاد الاندوي كيكون عبارة عن بودر مخلطة سيليس بحال الرخم مطحون على شكل حبيبات ومن بعد ما كنديرو الاندوي فاصد دو كوش كيتحكم بطبع الحال هادك الاندوي كيتحكم زيان وقدر فوق منه صباغة المائية جوج دياللي كوش وفوق من الصباغة المائية كتدير كولا غريفي باش كتصحح مزيان هادك صباغة المائية وبها الطريقة ديال الخدمة كتكونوا حصلتوا على واحد الواجهة اللي آنيقة ومميزة وفي نفس الوقت يعني صحيحة ما تخافوش من يعني من الشاوم الشامش انها تقشر لكم دابع غدي نعطيكم واحد نصيحة اللي هي مهمة بزافة مني تجي وتفينيو الواجهة ديال المنازل ديالكم وكنتمنى من جميع المتتبعين يحاولوا يطبقوا هاد النصيحة حاولوا منين جيو ديروا الحجار الواجهة ديال المنازل ديالكم او الفيلات ما تشارجوش بالحجار بزاف يكفي انك تدير غير لمسات ديال الحجار وغادي طلع لك الواجهة رائعة او اناقة وغادي تنقص عليك حتى التاكلف بطبيعة الحال لان الثمن ديال الحجارة هو طالع كمثال على ذلك يعني حاول تحت يعني في طبق الارضي تدير الحجار غير في النص واتدور هاداك الحجار في سراجم يعني في طبق الارضي وفوق واذا كان عندك البالكون تدير فيها الحجار ما كانش عندك البالكون في المنزل ديالك تحاول تدير غير واحد صمتة على شكل آل في الجنب ديال المنزل وبطبيعة الحال مع اللون الابيض ديال الصباغة المائية اللي غادي تدير مع هادا التحجار تكون اكيد غادي تكون غادي كون المنزل ديالك عنده واحد الاطلالة اللي مميزة دا بغادي نتقلو لمرحلة ديال الاتمينة ديال الصباغة المائية بالنسبة للصباغة المائية بلاندوي الثامن ديالة بسلعة بليد العميلة كيبقى بين ستين درهام حتين تمانين درهام وبالنسبة للصباغة المائية بلاندوي يعني غير بالمراحل اللي قلت لكم قبيلة كيبقى الثامن ديالة بين عشرين درهام حتين ربعين درهام بسلعة بكل شيء دابا غادي تشوفو معايا واحد صباغة ديال الواجهات خدمها سيم حجوب فوحد الفيلا طلعت رائعة كي ما كتشوفو معايا هادي صباغة ديال البينتون اللي كان كيخدمها سيم حجوب بوسط المنزل كيخدمها ايضا خارج المنزل ولكن بطبق الحال كيزيد معها مواد هاد المواد كتكون خاصة بالواجهات بالنسبة الثامن ديالة يعني باليد العاملة بسلعة كتدير ميتين وعشرين درهام الماتر كاري وهي كتجي لشكل تحجرت يعني لاخدمتي بها لا داعي انك تدير الحجر الطبيعي معاها باش ما تبنش الواجهة مشارجية نتمنى هاد الفيديو يكون اعجبكم وستفدتم منو خليولي التعالق الجميلة ديالكم واعطوني الرأي ديالكم في هاد الفيديو وحاولوا ما امكان تبرتاجيوا الفيديو في جميع مواقع التواصل اجتماعي مع الاهل والاصدقاء باش تهو ما يكون عندهم معلومات ويستفدوا غادي تكونوا اخضيتوا الاجر وفي نفس الوقت غادي تكونوا دعمتوا القناة وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله